حول هذه الزيارة تنضم إلينا الزميلة مي المهندس وللمزيد من التفاصيل معك مي التفضل أهلا بك روبا روبا هذه الزيارة متوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله تعالى وهذه الزيارة المرتقبة للوفد البرلماني الأمريكي والمكون كما ذكرتم من عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونجلس السينتور كريس كونز والسينتور كريس فان هولين وعضوين آخرين ستستغرق حسب المصادر ثلاثة أيام سيبحث الوفد الأمريكي خلالها التطورات على الحدود السودانية الأثيوبية خاصة مع تزايد حدة التوتر بين السودان وأثيوبيا على خلفية استرداد السودان لأراضي منطقة الفشجة الحدودية المعروفة كما ستناول هذه المباحثات بلا شك وستتطرق إلى أزمة صد النهضة العالق حتى اللحظة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا دعونا فقط نلقي نظرة على هذا الوفد الأمريكي حيث يعد السينتور كونز أحد أبرز مؤيدي السودان في الكونجرس إذ قام برعاية القانون لتسوية متطلبات السودان الذي أجيز في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي بموجبه عادت الحصانة السيادية للسودان وأصبح هذا القطر غير خاضع لأي إجراءات قضائية في المحاكم الأمريكية تتعلق بالهجمات على الرعاية الأمريكيين التي شارك فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير وتلك المتعلقة بضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر كما لهذه الزيارة دلالات واضحة لإبداء اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة بايدن بقضايا السودان حيث تم التنسيق لها منذ فترة وفقا لوسائل إعلام سودانية إذن هذه المصادر أيضا قالت أن الوفد الأمريكي سيجري مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزير العضل نصر الدين عبد الباري ووزير الري والمياه ياسر عباس كما ينتظر أيضا أن يزور الوفد الأمريكي مخيم أمرا كوبا والطنطبة في ولاية القضار في شرق السودان للاجئين الأثيوبيين الذين فروا بطبيعة الحار جراء الحرب التي شنتها أديس أبابا على إقليم تيجري ويبلغ عددهم حتى اللحظة 25 ألفا وهم حاليا في ضيافة السودان هذا كل شيء عن هذه الزيارة شكرا لك معي شكرا لك